بعد تعرض النسيج المجتمعي في الموصل لخطر تدمير إبان احتلال داعش للمدينة واطرده مكوناتها أبرزهم المسيحيون الذين ما زالوا يترددون في العودة إلى الموصلة ولتخفيف حدة الانقسام بين مكوناتها تنطلق مبادرات دولية لتعزيز الترابط ومنها قيام وفد فرنسية من مدينة ليوناء قام بزيارة الموصل وتوزيع سلات غذائية إلى أهالي المدينة القديمة الأكثر ضرراً من الحرب الأخيرة كجزء من الصداقة والأخوة المجتمعية وفي الحقيقة نرى من خلال هذا الدمار المعاناة التي عاشها الناس في هذه المنطقة وفي الحقيقة نرى من خلال عبورنا في المدينة إلى روح من الصداقة والآن توزيع السلة الغذائية أكثر من أربعمائة سلة غذائية وزعت على العوائل المتعاففة وأتقول كنيسة الموصل أنها فرصة للتقارب وإنهاء كلمة الظلم مقابل أحياء كلمتين المحبة والسلامة ومن خلالها ينطلق المسلمون والمسيحيون نحو بناء الكنائس وإعادة العيش المشتركة نريد نقوم بعملية أخوية وأيضا مد يد المساعدة بأن اليوم الظلم ليس له الكلمة الأخيرة دائما المحبة والسلام يجب أن تكون لهم الكلمة الأخيرة فنريد نعيش ونتعايش بسلام وبمحبة لأننا كلتنا أولاد وطن واحد وأولاد الموصل المدينة هذه المستفيدون رحبوا بهذه الخطوات الإنسانية لكنهم انتقدوا دور الحكومة في إصعاف مواطنيها الذين يواجهون آثار نكبة مدينتهم التي أجبرتهم على انتظار عطف المنظمات والميسورين وقفتنا على المساعدات على العالم اللي جون يرحمونا على أهل المنظمات على المودة تساعدنا شوية بحياتنا لأن حكومة ما تسأل علينا نحن ضررنا أكثر ناس نحن الأيمن والقديمة الكثير من أهالي المدينة القديمة استقبلوا رمضان بمفارقات عدة منهم هذه المرأة التي تستذكر رمضان قبل احتلال داعش وما أحدثه بالمدينة ليجعلها تستقبله هذا العام ودارها ينتظر من يعيد أعماره وهي تعتمد على المساعدات في ظروف حرجة تمر بها والله رمضان كان خير وخيرات قبل داعش وتخيل الكثيرين ومواد أكو خير أكو والدنيا بخير بس الساعة الدنيا اختلفت ولم تقتصر زيارة الوفد الفرنسي عند هذا الحد بل وقع اتفاقية تعاون مع نينوى في مجالات علمية وعمرانية واجتماعية ليكون تعاون بشكل رسمي وأكثر جدية في التقارب المجتمعية وإعادة ثقة بين مكونات محافظة من الموصل هيتم أحمد الحر ترجمة نانسي قنقر